اهلا بكم عزيزي المشاهدين فيديو النهاردة هنعرف ازاي نختار المحاول المناسب لأي مشروع او اي شاحن سيارة عايزين نصممه وازاي نعرف معنى الكتابة اللي مكتوبة على المحاول ولو مش مكتوب بيانات على المحاول في فيديو تحديد قدرة وامبير المحاولات هيزهر معاكم دلوقتي وفي اخر الفيديو وهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن ممكن نشوف عشان نعرف اي محاول مش مكتوب عليه بيانات ازاي نعرف القدرة بتاعته والامبير المحاول ده كنا عملنا عليه فيديو ولفناه وهيزهر معاكم برضو دلوقتي وفي اخر الفيديو وهسيبه لكم في الديسكريبشن فيديو لف المحاولات عملي لفنا المحاول ده 12 فولت 3 امبير و14 فولت 3 امبير ده المحاول اللي هنصمم به شاحن سيارة كنا عملنا مجموعة فيديوهات عن شواحن السيارات هسيبه لكم في الديسكريبشن وممكن تشوفوها النهاردة هنعرف ازاي نختار المحاول المناسب لأي مشروع وأي شاحن اغلب الناس اللي بتعمل شواحن سيارات بغض النظر عن امبير المحاول بيقولوا مشكلتنا في سخونة المحاول او المحاول بعد فترة من الشحن بيتحرق ده لان اختيارك للمحاول كان خاطئ النهاردة هنعرف ازاي نختار المحاول المزبوط اول حاجة لازم نعرف امبير وجهد البطارية امبير البطارية مثلا بطارية سيارة او بطارية متسكل بطارية متسكلة بتبقى في حدود 14 امبير بطارية سيارة 60 او 70 او 100 امبير ده لازم نحطه في الحزبان وجهد اقصى جهد لشحن البطارية يعني البطارية عند الفولت شارج بتكون كام فولت بنسبة للبطاريات ال 12 بتكون في حدود ال 14 فولت بنسبة بطاريات الليسيام مثلا بتكون في حدود ال 4.2 من 10 او 4.3 من 10 دي حاجات لازم تكون عارفها ودي معلومات عامة ممكن تبحس عليها وتجيبها قبل ما تبدأ شحن البطارية بتاعتك هنتنقل لنقطة المحول اللي هتختاره لشحن البطارية او للشاحن بتاعك المحول كل الناس بتقول بطارية سيارة 12 فولت عايزين نشحنها بتكون 14 فولت وبالتالي عايزين محول 14 فولت او 16 فولت عشان نقدر نشحن البطارية وده خطأ تماما تشحن بطارية 6 فولت بشاحن 6 فولت تشحن بطارية 12 فولت بشاحن 12 فولت وده اللي هنسبته النهاردة طبعا في ناس كتير هتقول الكلام ده غلط واحنا ماشيين من زمان على 14 فولت و16 فولت لشحن بطارية 12 ولكن كانت المشكلة ان المحول بيسخن لان لما بتوصل محول 14 او 16 ببطارية 12 فانت بتنزل الجهد بتاعه عن الجهد المصنق وبالتالي بيحصل زيادة في سحب الامبير يعني المحول ده احنا صممناه على اساس انه 12 فولت و14 فولت لو انا وصلت ال 12 فولت بالبطارية ال 12 فولت عند بداية الشحن هسحب منه 3 امبير زي ما انا مصممه وزي ما انا لفيته على هذا الاساس لو وصلت البطارية ال 12 فولت بالطرف ال 14 فولت البطارية هتسحب اكتر من 3 امبير اللي انا مصممه عليه وبالتالي كتر الاسلاك ما يستحملش الامبير المسحوب من الـ 220 ومن الملف الـ 12 وبالتالي بيحصل سخونة زيادة عن قدرة المحول والورنيش العازل بيتحول ليه مادة زيتية وبيحصل تلامس ما بين الملفات ويحصل شورت وبالتالي المحول بيتحرق يبقى لو وصلنا محول جهده أعلى من جهد البطارية فإحنا كده بنسحب قدرة أكبر من قدرة المحول وهنجرب ده مع بعض معنا المحول نوصل الأول بريدج ريكتفاير جهزة عندي قديمة هنوصل طرفين الـ AC هون ده الطرف الـ 12 كده طرفين الـ 12 وعندين هنا موجب وهنا سالب الأفوميتر الأول ده هنئيس بي الفولت DC هنا الموجب وهنا السالب الغرض من الاختبار ده أنه نعرف أنه ممكن محول 3 أمبير ممكن يخرج أكتر من 3 لو نزلنا الجهد بتاعه أقل من الجهد اللي مصنع عليه هنا 12 فولت هنشوفه عمد الـ 12 فولت هيدي كم أمبير المفروض هيدي 3 أمبير زي ما احنا لفناه في الفيديوهات السابقة لو الـ 14 فولت نزلناها لـ 12 هيزيد الطيار عن 3 أمبير وده اللي هنجربه مع بعض النهاردة ومعنا هنا مقاومات أحمال هنجرب بيها المحول بتاعنا دي مقاومات 12 أم يعني تقريباً كل واحدة عند الـ 12 فولت بتسحب 1 أمبير فكده 2 أمبير هنشغل المحول هنا ادينا بعد تحويل الـ AC لـ DC ادينا 21 فولت لأنا عارفين بنضرب فيه 1.4 من 10 طبعاً دي اسمه فولت البيك البيك توبيك أو فولت القمة ده بيكون شبه وهمي لأن ده بناغد قمة الموجة وده ليها شرح وفيديو إن شاء الله كامل خاص بموضوع الـ BridgeRect Fire ويه المكسف وتحويل الـ AC لـ DC وعندنا هنا نزبط على الطيار الـ DC وهنوصل طرف الموجة بموجة بـ لأفوميتر لإياس الطيار وهنا الطرف السالب يبقى دلوقتي عندنا كده الطرفين هم كلهم قومة 12 أم على 12 فولت يدينا 1 أمبير عندنا 3 يبقى 3 أمبير مسحوبة دلوقتي وهنشوف المفروض جهد الشاحن دلوقتي هيكون 12 لأن احنا زبطينه عند الـ 12 فولت بيدي 3 أمبير ها جماعة 12.6 من 10 3 أمبير كده المحول ده مزبوط 100% خلاص؟ طيب تعالوا نشوف عند الـ 12 16 و 18 أباردو الـ 14 فولت هيدي كم؟ وده سبب ان انا لفيت المحول ده 12 فولت و 14 فولت هنشيل دلوقتي الطرف الـ 12 من الـ وهنوصل الـ 14 كده احنا كأن بنوصل محول 14 فولت وهنشوف لما ننزله لفولت أو جهد البطارية هيبقى كم أمبير هيدي كم أمبير طبعا هنسحب منه 3 أمبير هيكون أعلى من جهد البطارية لأنه هو طبيعي 14 فولت ادينا هنا 25 فولت الـ هنشوف كم أمبير 3 و 3 و 18 عند 14 فولت البطارية بتاعتنا عند بداية الشحنة بتكونه 12 فنزود حملة تاني ونشوف لما نوصله ببطارية 12 هيدي كم؟ في الحالة الأولى لما كنا موصلين الطرف الـ 12 فولت ادينا عند الـ 12 و 6 و 18 فولت ركزوا معي يا جماعة عند الـ 12 و 6 و 18 فولت ادينا 3 أمبير بالزبط زي ما احنا لفناه وزي ما احنا مصممينه دلوقتي بنزود الحمل وهنشوف عند الـ 12 و 6 و 18 برضه هيدي كم أمبير لأن احنا لما نوصله البطارية نوصله البطارية 12 أو 12 ونص عشان نشحنها فهنشوف دلوقتي هيدينا كم؟ كده محاول 14 فولت هنوصله ببطارية 12 فولت أو 12 ونص فولت وهنشوف الأمبير كم؟ ونفس المحاول قدرته 3 أمبير 4 أمبير عند نفس الجهد 3 و 6 و 18 ادينا 4 أمبير وبكده لو وصلنا محاول 3 أمبير 14 فولت ببطارية هنبدأ نشحنها هيسحب أكتر من قدرة المحاول هيسحب 4 أمبير مش 3 في ناس متخيلة أنه أقصى أمبير للمحاول 3 مش هنقدر نسحب منه أكتر من كده لا أنت لو نزلت جهده بسبب الأحمال عن جهد التصنيع بتاعه هتلاقي الأمبير زيد طيب ده كده عند نفس الجهد طلعنا منه 3 أمبير في حالة الـ 12 فولت وطلعنا منه 4 أمبير في حالة لو شحننا على الـ 14 فولت يبقى إذن شحن بمحاول أكبر من فولت البطارية خطأ تماما لأنه بنسحب قدرة أكبر من قدرة المحاول وبالتالي المحاول هيسخن طيب عايزين نسبة دلوقتي المحاول ده 3 أمبير زي ما شوفنا عند الـ 12 فولت وعند الـ 14 فولت على حسب الأطراف هل ينفع نطلع منه 5 أمبير؟ آه ممكن ولكن لو حملت أحمال زيادة هيعوض الهبوط في الفولت بـ أمبير لأنه قدرته ثابتة وهنشوف ده مع بعض هنوصل هنا مقاومتين 2 و 2 من 10 قوم الـ 2 مع بعض لما بنجمعهم مع بعض بيدونا 1 و 1 من 10 هنشوف دلوقتي ده يعني شبه الشورت سيركيت وهنشوف كام فولت هيوصل كام فولت وهيوصل كام أمبير نشوف كده مع بعض 8 و 6 و 6 من 10 أمبير 8 فولت 6 و 6 من 10 أمبير يبقى هو حصل هبوط في الفولت عوضه بـ الأمبير يبقى دلوقتي مع زيادة الأحمال بنطلع أمبير أعلى من قدرة المحاول ومن قدرة القطر الأسلاك وبالتالي الأسلاك بتسخن مع الأمبير العالي وبيحصل دمج ما بين الملفات بسبب انصهار العازل وبيحصل شورت في المحاول وبيتلف 6 و 6 من 10 أمبير من محاول 3 أمبير دي الفكرة بتاعت فيديو النهاردة كنا عايزين نسبتها ان اختيار المحاول المناسب سبب نجاح مشروع بتاعنا أو سبب نجاح الشاحن وبيكون عمره الافتراضي أطول وبيكون مناسب للبطارية بتاعتنا يبقى أي بطارية عايزين نشحنها نشحن بشاحن يساوي جهد البطارية في الـ AC في الـ AC ولازم يكون الشاحن أو المحاول يكون أصلي يعني ممكن تجيب محاول زي ما أنا بقولك 12 فولت بس نوع يكون صيني أو نوع صناعة يدوية في أخطاء حساب يطلع معاك مثلا 10 فولت فدي حاجة استثنائية دي ماناش علاقة بيها احنا بتكلم دلوقتي في حالة المحاولات الأصلية محاول أصلي 12 فولت المفروض بدون أحمال يقيس معاك 15 فولت زي ما احنا لفينا ده وشوفنا مع بعض عند الـ 12.5 بالزبط بيديك الثلاثة أمبير اللي احنا حاسبينها أتمنى نكون قدمنا معلومة جديدة وإن شاء الله الفيديوهات القادمة شحن بطارية بواسطة محاولات أو عمل شاحن بطارية بواسطة محاولات وإن شاء الله هنحاول ندمج فيها دايرة فصل أوتوماتيكا عند اجتمال الشحن الجهد اللي عايزين نفصل عنده عند 14 أو 13.5 زي ما احنا عايزين ربنا يوفقنا إن شاء الله ونقدم لكم كل حاجة جديدة وأشكركم وأشكر دعمكم لنا في التعليقات وكل الناس اللي بتقدم لنا الدعم شكرا جزيلا ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونقول لكم سلام